لا أساس لها من الصحة المغرب يرفض اتهامات الجزائر بشأن العقارات مصدر ديبلوماسي مغربي اعتبر أن بلاغ الخارجية الجزائرية يتضمن عدة دعاءات خاطئة مصاعدا بشكل غير مبرر الرباط يضيف المصدر لم تعمل يوما بمنطق التصعيد والاستفزاز مع الجار الجزائرية مع نها يوسف نتوقف عند أهم نقاط تضليلها نسق نمطي معتاد ادعاءات يصدرها نظام الجزائر تتناولها وسائل الإعلام بشكل واسع يتضح سريعا أنها أكذيب ويتم ضحدها تباعا بالحجة والبرهان المصدر الديبلوماسي أكد أنه وخلافا لما تزعمه السلطات الجزائرية فإن مباني سفارة الجزائر السابقة في المملكة المغربية كما الإقامة التابعة لها والتي بالمناسبة كانت منحة كريمة من الدولة المغربية غير معنية بأي إجراء ولم تتعرض لأي مصادرة وتابع المصدر موضحا أن مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية وهو المبنى الشاغر وغير المستخدم المجاور لمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربات المقيمين بالخارج السياق مشروع توسعة بشرته الوزارة في السنوات الأخيرة وهم بالمناسبة كما يشرح المصدر العديد من المباني الدبلوماسية من بينها على سبيل المثال المباني الخاصة بكود ديفوار وسويسرا الخارجية المغربية تواصلت في هذا الصدد مع السلطات الجزائرية وعرضت رغبة الدولة المغربية في تملك العقار المذكور بطريقة ودية وهو ما تفاعلت معه السلطات في الجزائر وظلت منخرطة في الاتصالات بشكل فعال ومطلعة بشكل مسبق وفي جميع المراحل يضيف المصدر هو ملف لم تتناوله الرباط خلصة قط بل على العكس بكل شفافية يشدد المصدر الدبلوماسي مؤكدا أن السلطات الجزائرية ردت في مراسلتين لها على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى إنجازها تقييمات للممتلكات قبل أن تضيف أن إخلاء المباني سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع ورغم أن العلاقات بين البلدين الجارين مقطوعة منذ صيف العام 2021 بقرار أحادي الجانب من الجزائر فإن المملكة المغربية يؤكد المصدر الدبلوماسي تتحمل كامل مسؤولياتها والتزاماتها المنبثقة عن اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية على عكس زعم بلاغ الخارجية الجزائرية المغرب لم يكن يوما في منطلق تصعيد وعمل دوما على الحفاظ على علاقات حسن الجوار والأخوة بين شعبي البلدين خلص المصدر موضحا في النهاية أن المصطرة المتعلقة بالمبنى المعني متوقفة في الوقت الرهن ترجمة نانسي قنقر